تمر اليوم الذكرى السابعة عشر لاحتلال بغداد اليوم الذي وصفه أغلب المؤرخين والمحللين السياسيين باليوم الأسود ليس فقط في تاريخ العراق بل وفي تاريخ البشرية بما مهد له بأكاذيب وأباطيل وما أحدثه أيضا من تداعيات لا زالت آثارها باقية وممتدة إلى يومنا هذا لمناقشة تداعيات الاحتلال الأمريكي لبغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطاي مرحبا بك دكتور يحيى الطاي حياتكم الله سبعة أو سبع عشرة سنة مرت منذ احتلال العراق منذ عام 2003 ماذا قدم الاحتلال الأمريكي للعراق بعد أن كان يبشره بالديمقراطية وإزالة الديكتاتورية؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلامة قدم الاحتلال الأمريكي خلال السبعة عشر عاما المنصرمة أمور كثيرة الأمر الأول أكثر من مليون ونصف شهيد أكثر من أربع ملايين ونصف يتيم أكثر من مليونين أرملة دمار اقتصادي سرقة تاريخ وماضي وحاضر العراق دمار شامل تمزيق النسيج الاجتماعي للبلد تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية إحداث صراعات بين مكونات المجتمع العراقي وكان الهدف أن يتخلخل هذا النسيج الاجتماعي لولا صمود العراقيين وثباتهم كل هذا الدمار الذي حصل في العراق لا ماء لا كهرباء لا خدمات لا أمن لا أمان لا استقرار كل هذا جزء يسير مما جاء به الاحتلال منذ سبعة عشر عاما اليوم يعاني العراق من أزمة سياسية حقيقية في ظل خلاف السياسيين خلاف الكتل السياسية على رئيس وزراء جديد للحكومة كيف تصف المشهد السياسي في العراق الآن أخي الكريم المشهد السياسي في العراق نحن قلنا منذ عام 2003 العراق بهذه التركيبة السكانية وبهذا التنوع المعروف فيه لا يمكن أن ينجح فيه إلا المشروع الوطني بمعنى أن الأساس فيه للمواطنة نظام المحاصصة العرقية والطائفية الذي جاء به الاحتلال منذ عام 2003 إلى الآن كل ما هناك عملية تدوير لهذه النفايات مرة بعد أخرى أي نظام سياسي يأتي لن يأتي بشيء جديد لماذا؟ لأن قواعد اللعبة السياسية التي في العراق المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية تحصر للطائفة والعرق على حساب المصلحة العامة للوطن فبالتالي كل الصراعات الآن الموجودة هي صراعات حول مكاسب للأحزاب صراعات حول مكاسب لمن يزفف بزمام وتلابيب هذا الحكم وهي الطبقة التي جاء بها الاحتلال منذ عام 2003 إلى الآن تراهم يتداورون فيما بينهم المكاسب والامتيازات مرة له وزارة هذه ومرة له تلك الوزارة أليس هناك أي بارقة أمل بوجود هكذا نظام سياسي لخروج العراقين من المحنة فبالتالي هي ليست مشكلة من يأتي لرئاسة الوزراء أي كان يأتي لرئاسة الوزراء سوف لن نستطيع أن يأتي بشيء جديد لأن قواعد اللعبة السياسية الموجودة تجعله مجبراً أن ينحاذ إلى طائفته ويلاحظ فيه حتى يبقى في مكانه وتبقى ما بيات الفساد هي المسيطرة على المشهد السياسي في العراق سمة العملية السياسية هي المحاصصة الطائفية وأيضاً عمد الاحتلال بعد غزوه للعراق على تفكيك الجيش العراقي وحل مؤسسات الدولة والعراق أصبح أقرب إلى دولة ميليشيات منها إلى دولة مؤسسات كيف تصف العراق بعد العام 2003 الآن في ظل بقاء هذه المحاصصة الطائفية وفي ظل بقاء تفكيك أي ما يؤشر إلى أنها دولة مؤسسات بالتأكيد لا توجد دولة مؤسسات الدولة المؤسسات التي تحترم نفسها لها نظام معروف ولها جهات معروفة هناك جهات تنفيذية وقضائية وجهات تشريعية لكن الذي نراه الآن هي مراكز قوى من يمتلك السلاح هو الذي يمتلك إرادة فرض الآراء وفرض ما يريد بالقوة وبالتالي المشهد السياسي الموجود المسيطر عليه هي الميليشيات كونها هي التي تمتلك السلاح وهذه الميليشيات وبخطة معروفة وأعتقد هي جزء من عملية استنساخ الحرس الثوري الإيراني بجعل هذه الميليشيات هي أقوى من القوات الرسمية الموجودة وهذا حاصل فعلا بحيث أن هذه الميليشيات تمثل عصبا قويا لمجموعات لها ولاءات خارج البلد هي أقوى من الجيش أقوى من الشرطة أقوى من المؤسسات الأمنية كلها فبالتالي هذا الصرع الآن الموجود هو يعطي صورة واضحة بأن من يفرض إرادته هو الذي يملك السلاح الذي يملك القوة وليس من يملك القرار الوطني أو من يملك المشروع الوطني الذي ينجو بالعراق هذه مبيات الفساد التي تسيطر على المال وتسيطر على السلاح هي التي تتحكم في القرار السياسي وبما أن هذه الميليشيات يتلأس الميليشيات عقائدية بين هلالين أي أنها تتبع خارج حدود البلد فبالتالي مصلحة البلد لا تشكل في قاموسها السياسي أي شيء بل مصلحة من يقدم لها السلاح ومن يقدم لها الدعم الكثير من التقارير التي صدرت عن المنظمات الحقوقية منها منظمة العفو الدولية وغيرها عن الأوضاع في السجون والمعتقلات يعني كيف يكون أن تحشد الولايات المتحدة إعلاميا قبل احتلال العراق لنشر الديمقراطية في العراق ونشر الشفافية وحقوق الإنسان في حين أننا لا نرى أي شيء بنية في العراق الآن سوى السجون والمعتقلات هو هذا حقيقة جزء من الجواب أنه ماذا قدم الاحتلال منذ 17 عاما الطبقة السياسية التي جاء بها الاحتلال وجاء يبشر بالديمقراطية منذ الاحتلال إلى الآن لم يبني مستشفى واحدة لم يبني مستوصفا واحدا لم يبني مدرسة واحدة لم يبني ملجأا للأيتام لم يبني أي مؤسسة تفهم المجتمع العراقي ما فلح فيه أو ما فلح فيه هذه الطبقة السياسية هي كثرة السجون والمعتقلات الرسمية وغير الرسمية الظاهرة وغير الظاهرة وهذه يعني إحدى المؤشرات الآن عدد المعتقلين ما تذكره وزارة الداخلية هو لا يشمل هذه الأرقام لا تشمل من يقبعون في سجون الميليشيات وفي سجون باقي الأحزاب وغيرها حيث كل واحدة من هذه الميليشيات تمتلك سجنا خاصا بها ومعتقلا خاصا بها وأدواتها الخاصة بها وبالتالي أن حتى عدد السجون الآن الموجودة هو يفوق عدد المستشفيات الموجودة في هذا البلد نعم نشكرك شكرا جزيلا من أسطنبول مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر